في محافظة ذيقار يحل عيد الفطر المبارك هذا العام في ظل ارتفاعا كبير بأسعار المواد الغذائية فلما تعد الأسواق التجارية تشهد حراكا كبيرا كما في كل موسم رمضاني بسبب الركود الاقتصادي هناك ارتفاع ملفت بالأسعار في الأسواق المحلية أضعف القوة الشرائية وجعل المواطنين يعجزون عن توفير احتياجاتهم المعيشية بوادر تنظر بأزمة اقتصادية كبرى إذا ما بقيت الجهات المعنية من دون تدخل ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل سلبي على المواطن العراق وبالتالي اليوم نجد هناك أقبال ضعيف على الأسواق مع قبول أو أقبال عيد الفطر المبارك نجد هناك أقبال ضعيف من قبل المواطنين على الأسواق لكونه أثر بشكل سلبي على الحالة المادية للمواطنين نتمنى من الحكومة المركزية أن تعمل وبشكل جدي على انخفاض سعر الدولار وبالتالي ممكن أن المواطن البسيط يستطيع أن تسير حياته بشكل طبيعي ركود اقتصادي في الأسواق يرافقه ضحف القدرة الشرائية للبواطن بسبب سعر صرف العملة الأجنبية كل ذلك أسهم في مضاعفة أسعار البضائع حسب ما يرى اقتصاديون اكتفى الأهالي بشراء السلاع الغذائية والحلويات دون غيرها من متطلبات العيد ومراقبون طالبوا الحكومة المركزية بفرض إجراءات رقابية للسيطرة على الدولار ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية إلى سببين رئيسين السبب الأساسي الأول هو ارتفاع سعر صرف الدولار قياسا بالدنار العراقي السبب الآخر هو عدم قدرة الجهاز الانتاجي المحلي على تلبية الزيادة المتحققة بالطلب المحلي الحلول يفترض عن الدولة أن تنتهج سياسة اقتصادية تضع مظمون أولوياتها تشجيع المنتج الوطني وحمايته لغرض تحقيق الأمن الغذائي العدو التنازلي لعيد الفطري انطلاق لكنه هذا العام أصعب بكثير من سابقاته إذ يواجه تحديات غير مسبوقة بارتفاع سعر صرف الدولار لطبقة الفقيرة من ذي قارنو صادق الرابعة